أوصي نفسي وجميع هؤلاء الإخوة الحاضرين والآباء بمراعاة هذا الأمر العظيم وهو أمر التوحيد والعقيدة تعلما وعملا ودعوة يماع الزول في الحياة دي كن مدعلك بألا بس سبحانه وتعالى في أمور الدنيا بك فيك أي هم قال وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ معنى حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى بكفيك ما بحوجك لي غيره قال أليس الله بكاف عبده الجواب هو كاف لعباده سبحانه وتعالى بلى هو كاف لعباده جل وعلا الزل تكون عقيدة في الله تمام في الحياة دي جاءوا المرض وحسيد بدنو والأجل والتعب وكذا وكذا تركز على التوحيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لو مت على التوحيد ده آخر كلمة ما ركتبها من الدنيا دي لا إله إلا الله إت من أهل الجنة في القبر إت محتاج للتوحيد لأنه أول سؤال من ربك يوم القيامة إت محتاج للتوحيد قال أبو العالي رحمه الله من أئمة التابعين قال سؤالان يسأل عنهما الخلق يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين الجنة ذاتك أمم واحد ما بتخشه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما ذي الظالمين من أنصار لذلك الإنسان يهتم بأمر العقيدة بل الرفع في الدنيا والآخرة بهذا التوحيد والله الذي لا إلى غيره شوف نوح عليه السلام الله نزل سورة كاملة يسمى سورة شنو نوح شوف الرجل ددع كيف ولا ملة ولا كلة ولا زهج ولا الضايق صابر سنة سنتين ثلاثة أربعة تزعمية وخمسين سنة هلقي الله شوف الثبات ده لأنك تسوي نصيحة نصيحتين في التوحيد ثلاثة قويات وأربعة وخمسة بعد تاني تتخبط العبرة إنك تكون ثابت كذي النازي كلها لو اتغيرت وتفلسفوا وحقيقة وينبغي وفي هذه الأطر ثم إننا في المرحلة القادمة أنت تكون في المرحلة ذاتها ماشي تكون ثابت إلى أن تدرك إلى أن يدركك الموت ثابت على هذا المبدأ العظيم والأساس المتين وهو التوحيد دعوة يا أخي الحدي ناس ذاته قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا شوف عليك الله الدعوة ذكر هو ذاته قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا بالليل والنهار شغال النهار السخانة شغال والليل في الظلمة شغال دعوة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا بعد ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار شوف القوة ذي كيف يعني ناس خدتوا أصابعهم التمام أوصلنا مرحلة زيدين إحنا الآن زولت أخذ جامع كلهم يعملوا كذي ما ذائرين شغال زيداء بعد خدتوا لهم أصابع ما قال لهم خلاص صبره بس فيك المتين الناحية السياسية كذي نغنعهم فيك المتين عشان يعجبنا الكلام واصل بس في الكلام المابين واصل إلى أن قال الله تعالى له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ثلاثا نازل موضوع انتهى ثاني ذيل بس كذي ولذلك جمال إنسان يصبر على هذه الدعوة ويصول ويجول ويذهب ويأتي قال الشيخ الفوزان في شرحه لكتاب التوحيد في عانة المستفيد في باب من الشرك الاستعاذ بغير الله قال في هذا الباب قال ولذلك ينبغي على دعاة هذه الأمة أن يصولوا ويجولوا في البلاد قال وفي المدن وفي القرى وأن لا يشغل الناس بقضايا كذا أمريكا وكذا وكذا الجزائر قال ذكر بعض الدول بل والله في نفس الباب قال والسودان وإنما يدعو الناس إلى التوحيد بل لفظة ذي في الباب راجع وإنما تدعو الناس إلى التوحيد إلى العقيقة شكرا لذلك الله